بحضور معالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزيري التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن انطلقت اليوم في أبوظبي فعاليات اليوم المفتوح الذي ينظمه صندوق الوطن لتسلط الضوء على أهم المبادرات والتجارب الناجحة لرواد الأعمال والتي يدعمها الصندوق إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية التي تأتي في إطار جهوده الرامية لتعزيز قدرات شباب الوطن في مجال توظيف المواطنين في القطاع الخاص وتمكينهم من أخذ زمام المبادرة والريادة في هذا المجال كما قدم اليوم المفتوح برنامجا تدريبيا مكثفا في مجال العمل الرقمي الحر للشباب المشاركين فيها